هتافات تنبئ بنتائج الانتخابات التشريعية اللبنانية بعدما انقشع غبار المعركة الانتخابية وتكشفت ملامح خارطة سياسية جديدة خارطة تظهر تراجعا واضحا لتيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري ليتقلص عدد المقاعد التي فاز بها إلى 21 مقعدا بعدما كان 34 مقعدا في آخر انتخابات جرت في البلاد قبل 9 سنوات رغم ذلك يرى الحريري أن ما جرى يعد إنجازا شعبيا وسياسيا كبيرا إذا ما قرن بما يواجهه التيار من محاولات إقصائه عن الحياة السياسية وإسقاط مشروعيته بتمثيل أحد المكونات الرئيسية في لبنان في المقابل تقدم مرشح تحالف حزب الله وحركة أمل المدعوم من إيران ليحصد 30 مقعدا ما يمهد الطريقة ربما أمام تشكيل ائتلاف حكومي يتجاوز الحريري ويضعه في مقاعد المعارضة وهي النتائج التي اعتبرها حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله في تصريحات له انتصارا كبيرا لما وصفه بخيار المقاومة ذلك الخيار الذي مكن الحزب بحسب مراقبين من الانخراط في الحرب السورية بدعم إيراني من أجل مساندة نظام بشار الأسد ضد فصائل الثورة السورية غير أن تشابك الحسابات السياسية اللبنانية وتعقيدها يرسم صورة مغيرة لتلك السابقة فتيار المستقبل وحلفائه في التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشيل عون وحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع ذلك التحالف لا يزال يمتلك الثلثة المعطل الذي يشترط الفوز بأكثر من 42 من مقاعد البرلمان وهو ما تحقق بالفعل لهذه القوة ملامح خارطة الحياة السياسية في لبنان لم تتضح بعد إذن ولا تزال أمام الجميع تحديات كبرى في سبيل تشكيل حكومة ائتلافية يحكمها نظام المحصصة الطائفية الذي ربما يرسم وحده الصورة الأوضحة لمخرجات المعركة الانتخابية